تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017 علنت سعادة الأستاذ فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عن بدع العمل في تنفيذ توجيهات سموه لتفعيل نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات وأكدت سعادة وزيرة الصحة أن مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات سيساهم في زيادة تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين وسيمكن الوزارة من تركيز جهودها في مجال تنظيم القطاع الصحي وسيكون في المقابل أمام المستشفيات والمراكز الصحية المجال الأكبر للتركيز على عملية التشغيل والتنفيذ وأوضحت سعادة الوزيرة أن التسيير الذاتي للمستشفيات والتسيير الذاتي للمراكز الصحية يقصد به أن تكون كافة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة تحت مظلة واحدة بحيث تتوافر كافة الموارد والخدمات بإشراف مباشر من قبل المستشفى والمراكز الصحية وكذلك فيما يتعلق بالموازنة والرقابة الداخلية وترجع هذه الجهات إلى مجلس الأمنة ومن إيجابية التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية بيّنت سعادة الوزيرة أن ذلك سيساهم في خلق التنافسية بين المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية وقالت أنه بدأ العمل على المشروع من خلال تشكيل فريقين الأول لدراسة متطلبات رعاية الأولية والثاني لدراسة متطلبات رعاية الثانوية وتندرج مجموعة من التخصصات تحت كل فريق ويتولى كل فريق دراسة سبل الوصول إلى التسيير الذاتي وأهم المتطلبات ودراسة أهم التغييرات المالية والموارد البشرية وحساب التكلفة والموازنة والاتصالات وما يتعلق بالحاجة لوجود فريق في مجال المعلومات الإلكترونية الصحية وغيرها ترجمة نانسي قنقر